فصائل مسلحة عراقية تنخرط رسمياً بالمواجهة المباشرة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي فهل ستقحم العراق في صراع إقليمي يقترب من الانفجار خاصة بعد كسر جميع قواعد الاشتباك وتطور رقعة الصراع الفصائل التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية بالعراق أعلنت خلال الساعات الماضية استهداف عدة مواقع بالأراضي المحتلة بينها هدف غور الأردن عبر مسيرات الأرفد بالمقابل أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض أهدافاً جوية قادمة من العراق كانت تتجه نحو هضبة الجولان الجنوبية تم إسقاط الأهداف قبل عبورها الأراضي المحتلة هنا يبرس سؤال جوهري هل قصف فصائل المقاومة للأراضي المحتلة يمثل موقف العراق الرسمي؟ الجواب لا زين هل يمثل موقف المرجعيات الدينية العليا بالعراق؟ الجواب لا فلم يصدر أي موقف يحث على المقاومة المسلحة للكيان الغاصب إذن هل يمثل موقف إيران الدولة؟ الجواب أيضاً لا فإيران نفسها لم ترد لغاية الآن على انتهاك سيادتها بعد اغتيال إسماعيل هنية بل وصل الأمر بوزير خارجيتها التصريح اليوم بأن إيران مستعدة للتفاوض حول برنامجها النووي هنا تبرز أسئلة أخرى موقف الفصائل يمثل من؟ من يتبناه ويدعمه؟ هل إيران الثورة؟ مكتب المرجع الديني السيد علي السستاني أصدر بيان استنكر فيه العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان دعا فيه للقيام بما يساهم في تخفيف معاناة لبنانيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية أما السيد مقتدى الصدر وبسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني فقد دعا البرلمان إلى إصدار قرار نيابي لتقليص التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى وإن لم تطبق الحكومة فهو مستعد لدعم القرار شعبيا زين أين تكمن الخشية؟ الملاحظ خلال الأيام الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد أن سوى قطاع غزة مع الأرض انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب تضمن ضرب البنى التحتية وقيادات الخط الأول لكل جهة تستهدف أراضيه من منطلق مساندة كتائب القسام وقطاع غزة مهما كلف الأمر من ثمن وحتى لو قتل آلاف المدنيين الأبرياء والبداية كانت مع حزب الله الخشية من الانتقال إلى سوريا ربما اليمن وحتى العراق قبل ثلاث يام اغتالت غارة إسرائيلية القيادة بكتائب حزب الله أبو حيدر الخفاجي بعد استهداف عجلته على طريق مطار دمشق يعتقد أن السبب الاستهداف يعود إلى الضربات التي توجه فصائل عراقية إلى الأراضي المحتلة من سوريا سؤال الأبرز اليوم هل سيقتصر رد الاحتلال الإسرائيلي على الفصائل المسلحة في سوريا أم قد يصل إلى العراق حياكم الله منذ أشهر والفصائل العراقية تتحدث عن ضرب أهداف حيوية بالأراضي المحتلة ولكن ما الذي تغير الآن؟ بحسب إحصائنا عده برنامج حوار التاسعة فإن الفصائل التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق شنت 31 هجوما منذ الأول من شهر تموز الماضي على مواقع مختلفة في الأراضي المحتلة بينها 12 هجوما على مواقع في مدينة حيفا وثمانية هجمات على أم الرشاش بمدينة إيلات تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الفصائل العراقية إلى أن جميع الهجمات شنت إما بطائرة مسيرة أو بصواريخ نوع كروز فيما يقول الاحتلال الإسرائيليين جميع الهجمات لم تخترق المجال الجوي ويتم إسقاطها بعيدا عن يحذر خبراء أمنيون من مغبة جر العراق إلى الصراع القائم في المنطقة والخشية تكمن من أن اختيار الفصائل العراقية التوقيت الحالي للتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يعني في حال ألحقت الهجمات أضرار كبيرة توجيه الاحتلال ضربات جوية ضد مواقع مختارة في العراق حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أرحب بظيف حلقتنا لهذه الليلة كل مننا الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية حيا كل مرحبا بك دكتور هاشم أيضا معنا الأستاذ عصام حسين الباحث في أشياء السياسي العراقي شرافيتنا نورتنا أستاذ عصام أيضا معنا الأستاذ مصطفى النعيمي الباحث في أشياء الإيراني حيا كل مرحبا بك أستاذ مصطفى وأبدأ معك أستاذ مصطفى وتحديدا من الاستهداف يوم أمس التي أعلنت عن المقاومة الإسلامية بالعراق وذكرت في بيان صدر عنها مقاومة الإسلامية في العراق استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر الذي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال النساء استهدف مجاهدون المقاومة الإسلامية بالعراق صباح اليوم قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بإراضينا المحتلة هذا الاستهداف يعني يوصف في التصعيدي لكن أين التصعيد بالضبط بما أنه المقاومة شفنا الاستهدافات مستمرة تحديدا من دون دلاع الحرب على غزة في ليش هذا نطلق عليه تصعيدي تحديدا بهذا الوقت مساء الخير تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي لضيوفك الكيرام وسعيد جدا بالانضمام إلى قناة الفلوجة القضائية مجددا طبعا لا شك أن طبيعة التصعيد العسكري الدائر في فلسطين محتلة باتجاه حزب الله وباتجاه المنطقة بشكل عام أو باتجاه محور إيران وما يدور في فلكه ما زال مستمرا وربما انتقل من مستوى مرحلة يعني دعني أسميه جز العشب إلى استئصاله لا سيما في الكثير من المصدات العسكرية وخاصة عندما نتحدث عن القضايا التقنية وهنا أتحدث بوجه التحديد باستخدام القضايا الصاروخية من طراز مارك 84 أو حتى جي بيو 43 فبالتالي هناك تصعيد حقيقي وعلى على المستويات يقابل هذا أيضا هناك محاولة خجولة بما يطلق عليه مشروع وحدة الساحات للدفاع عن فلسطين لكن حقيقة الأمر أين كل تلك الطائرات كانت عندما كان هناك اجتياح شبه شامل لقطاع غزة لم يكن هناك أي متغير لكن اليوم والسبب الرئيسي في ذلك أن توسيع النطاق مروحة الاستهدافات والجانب بمحور إيران بشكل عام يدرك تماما بأنه هو الهدف القادم فبالتالي هو يحاول مشاغلة إسرائيل من خلال توجيه تلك الضربات وهو يدرك عدم فاعلية تلك الضربات وخاصة أنه عندما تم استهداف جانب إسرائيل من خلال الاستخدام أكثر من 320 هدف جوي ما بين صاروخ باليستي غير مذخر إضافة أن الطائرة غير مذخرة كان رسالة سياسية مفادها أنه ردا على مقتل محمد ريدا الزاهدي رئيس جهاز تقبارات الحرس التولي الإيراني الذي اغتيل أمام مبنى القنصلية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق فبالتالي هناك رسال سياسية وعلى أعلى المستويات واليوم ما تقوم به فيما يطلق عليها فصال المقاومة الإسلامية في العراق هي تذكير لواشنطن بالدرجة الأولى بأننا ربما قد نضطر إلى تغيير تلك القواعد طالما أن هناك عتداء على حزب الله لكن استثمار القضية الفلسطينية ما زال هو نهج رئيسي بالنسبة لكل تلك التحركات التي تنتمي إلى محور إيران وخاصة نتحدث قبل قليل من خلال تقاريرك بأن زيارة مسعود بزرشكيان إلى واشنطن كانت رسالتها أو مفادها واضح أعوفك من تقريري لكن لماذا هذا الاستهداف؟ كل الكلام الذي تتحدث به هو يقلل بشكل أو بآخر من وحدة الصف تحديدا لمحور المقاومة بصورة عامة هناك تحركات جدية ووحدة في الموقف هناك تصعيد أيضا ملحوظ بالتالي من المفترض أن نرفع القبعة لمثل هكذا تصعيد لمثل هكذا موقف اليوم نحن أمام قضية فلسطينية مهمة من يدافع عنها هي محور المقاومة وهذه الأذرع الموجودة في هذا المحور أنا أعتقد أنه في السابق كان بإمكان هذه الفصائل المنتمية لمحور إيران أن تقوم بالدفاع عن فلسطين وذلك من خلال توجيه ضربات نوعية إلى العمق الفلسطيني بينما ما لاحظناه أنه شعار وحدة الساحات كان يقتصر على مسألة تسويق السياسي بينما هو في الواقع لم يتغير أي شيء على الساحات بل على العكس تماما كان هناك فصل لكل تلك الساحات وكانت جهود سلاحي الاستخبارات الإسرائيلي والأمريكي في سوريا ولبنان كانت ناجحة بحيث أنه تم فصل لكثير من الساحات وكانت تعامل تكتيكيا مع كل المتغيرات وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك توجه الكثير من الضربات إلى محور إيران في الجغرافية السورية واللبنانية ولا يوجد هناك حقيقة الأمر قرار وحدة الساحات إطلاقا واليوم هناك ثلاثة انفجارات غامضة في أحدى المصانع العسكرية في محيط العاصمة الإيرانية الطهران فبالتالي هناك توسيع بشكل كبير لنطاق الاستهداف وتلك الجماعات المنتمية إلى إيران تدرك ذلك تماما فتحاول إجراء بعض المشاغلة من أجل شهد حمام المقاتلين أثبت تماما بأن هذا الكيان الغاشم لا يجابه إلا بالقوة وهذا ما جايف على محور المقاومة اليوم المواجهة المباشرة المواجهة المباشرة هناك جبهات مفتوحة نتحدث عن جبهة الجولان المحتلة على سبيل المثال كأقل تقدير نتحدث عن جبهة سورية أتحدث فيها بعجالة القوات المحور بشكل عام المرتبطة بمحور إيران موجودة وعلى جبهة الجنوب بالتحديد وفرقة الرضوان بوجه التحديد هي قوات النخبة لحزب الله اللبناني موجودة لماذا لم تقم بتوجيه ضربات في السابق ما قبل الاشتباك الحاصل في جنوب لبنان لم تقم بإجراء أي توجيه ضربات باتجاه الجانب الإسرائيلي بل على العكس كانت هي تمتص الضربات واليوم هناك اجتياح بري وبعمق أكثر 200 متر وبدبابات مركافة وعربة النمر وموجودين وتقاموا بإجراء حفر لخنادق وأيضا إجراء سلاسل ترابية من أجل حماية تلك القوات بمعنى آخر أنها أمام هذه القوات الرضوان لماذا لا يتم التعامل معها من قبل حزب فرقة الرضوان أعتقد بأنه عدم الانخراط المباشر في المواجهة يدلل على عدم رغبة هذه القوات بالمواجهة وفتح بوابة جديدة للاشتباك مع الجانب الإسرائيلي دعنا نتقل الدكتور هاشو مرحب بك من جديد ربما كنا نعرف أن الحكومة العراقية اليوم بشكل أو بآخر منخرطة بالجهود الدبلوماسية من أجل التهديئة موقف المرجعية اليوم كلش واضح هو أدان هذه الاستهدافات ودعا إلى دعم قطاع غزة وأيضا جنوب لبنان إنسانيا الحج الشعبي أيضا أيد موقف المرجعية واستجاب لهذا الموقف حتى الحكومة العراقية قبل قليل خبر عاجل استجابت وأيدت موقف المرجعية واعتبرتها أيضا خارطة طريق أريد نعرف من الذي يدعم هذه الهجمات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ علي أهلا وسهلا هذه ليست هجمات هذه مواقف للنصرة والانتصار الإنساني للشعب الفلسطيني الذي تشن عليه حرب إبادة منذ ما يقارب العام تمارسها الصهيونية وبدعم واشتراك وإدارة للحرب من قبل الأمريكان فالأولى أن نقول ماذا قدمت هذه المواقف الإنسانية من العراقيين المقاومين في تثبيت نصرة الشعب العراقي للمستضعفيين ولمظلومية الشعب الفلسطيني وهي جهود تجتمع مع الجهود المرجعية مع الجهود الشعبية مع الجهود الرسمية في المطالبة والتأكيد على توفير كل الجهود لإيقاف العدوان على غزة هذا هو الأساس الذي لا بد أن ننطلق به هذه الأمور والمواقف هذه الأفعال هي تسجل في تاريخ العراقيين بأنهم لم يتخلقون كما يفعل غيرهم بالنص المرجعية العليا ذكرت دعت المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية ما دعت إلى مقاومة مسلحة هذه المرجعية الحاجة الشعبي أيد هذا الموضوع سأتكر لك شيء أنت تذكر الآن البيان الأخير نعم منذ عشر عشر ألفين وثلاثة وعشرين يعني منذ بعد ثلاثة أيام من انطلاق العدوان الصهيوني على غزة أصدرت المرجعية بيانا بالنص فيه عبارة أي أذكركم لربما هذه العبارات لا تلتفوتون إليها أي والذكرى تنفع المؤمنين نعم أن الكفاح المسلح هو الكفيل بإيقاف العدوان على الفلسطينيين وهذا حق حق المقاومة حق رد العدوان هو حق للشعوب الآن المرجعية دعت العراقيين إلى الكفاح المسلح دكتور هاشم بيلي هاي النقطة أستاذ علي سمعتني جيدا سأعيد لك العبارة سمعتك كل جزيلا دكتور ما يحتاجت عيد عشر ألفين وثلاثة وعشر سمعتك سؤال المرجعية هل دعت العراقيين إلى الكفاح المسلح هذا السؤال مالتي أولا المرجعية تدعو المؤمنين المخلصين نصرة المؤمنين والمسلمين واجب على الجميع وحق الدفاع عن النفس نعم والمقاومة هو حق يكفله الشرع ويكفله القانون الدولي أي يعني ما دعت طيب تفضل لا دعت عزيزي راحسي لك سؤال أستاذ علي ولو أنت ليس في موضع من تسأل لكن حتى تكون المفاهيم واضحة يا دكتور هاشم يا دكتور هل دعت المنجعية أو بيّنت اسمح لي بعد محتل داعش ثلث العراق أستاذ علي الفتوة كانت كلش واضحة فيها دعوة واضحة للعراقيين أو المؤمنين اللي حضرتك تسميهم لحمل السلاح هذا الموقف ما تكرر اليوم أنا سؤالي واضح يا دكتور فصائل المقاومة أنا سؤالي واضح فصائل المقاومة العراقية فقط إذا ما قاطعتني فصائل المقاومة إذا سعيته تضطي الجواب استاذ علي حتى أجاوب من أخذك الشرعية من أجل مقاومة والتصعيد أجاوب أجاوب أستاذ علي أي تفضل بس على سؤالي أرجوك الشرعية أي تفضل أستاذ علي تريدني أن أجيب كما تريد لا والله بس جاوبني على أسألتي مو كما أريد أكيد لك مطلق الحرية بما تقول أنت تريد أستاذ علي أنت تريد بأنه لا غطاء الشرعية أستاذ علي إذا استمرت هذه المقاطعة لن تكون هناك جدوى لا للبرنامج ولا للمشاهدين وأيضا احتراما لضيوفك تفضل دكتور بس جاوبني على أسألتي تفضل الوقت هي لك ما راح أقاطعك تفضل الشرعية متوفرة أي ولا يوجد أيضا أي بيان يحرم أو يمنع رد المعتدين بالعمل المسلح نعم وعندما تصف المرجعية من يقاوم العدوان الغاشم الذي أسمته العدوان الصهيون الغاشم بالشهداء فهذا تأكيد على شرعية هذه المقاومة وتأكيد المرجعية لهذه المقاومة وهذا العمل الإنساني قبل كل شيء طيب فالذي يعمل به المقاومون العراقيون هو واجب إنساني واجب شرعي واجب قومي واجب وطني نعم وهم يقومون بما يستطيعون هو يقدرون عليه وتمكنون به الآخرون كل حسب قدره وحسب قدرته وجهده ولكن السؤال هنا أين من يصمت عن نصرة الفلسطينيين المنظومين أين من يقف اليوم مع الصهاينا ضد الفلسطينيين وضد اللبنانيين والذي لا نذكره ونحن إطلاقا نذهب لنشكك بقدرات وشرعية المقاومين ولنس المتصيهنين الذين يمدون للصهاينا اليوم بمادة القتل للفلسطينيين السؤال أخير حتى تنتقل الصهاينا تأخرت علي ما أجد تدول فتحة طريق بذي لنقل البضائع إلى الصهاينا حتى تكسر الحصارة لفرض الشعب اليمن على الصهاينا أعتبرني الصورة عندي مواضحة أردفهم من هي على هذا السؤال جاوبني من هي مرجعية المقاومة حدد لي مقاومة الإسلامية بالعراق أي مرجعية تقصد مرجعيتها الدينية أعتبرها المرجعية والتقليد جيد نعم أولا المرجعية الدينية نعم والتقليد في المذهب الجعفري الاثنى عشري هاي مسألة خاصة شخصية وليس عامة فبالتالي تجد في فصائل المقاومة وفي المقاومين من يقلد كل المراجع نعم كل المراجع كل حسب قناعته واقتناعه وأيضا وبالمناسبة لا يوجد تقاطع ما بين هؤلاء المراجع ولا يتوفر لديك ولا لغيرك أن يقول بأن هناك مرجع أي قد أفتى بحرمة صد العدوان ومحاربة الصهاينة المعتدين ومن يساندهم وهم الأمريكان خلي خلي انتقل لساذ عصام حسين أرحب بك ساذ عصام خلي أسألك يعني أريد أن أفهم بداية هذه الحلقة من هي الفصائل المنظوية تحت اسم المقاومة الإسلامية في العراق من هي هذه الفصائل من هي هذه الفصائل من هي قراراتها تتخذها عبر منه الشرعية من جايبة هذه تساؤلات تطرح اليوم بالفضل الساذ عصام أولا أنا أرحب بك وبضيفيك الكريمين ومشاهديك الكرام حقيقة فصائل المقاومة واضحين جدا من خلال بياناتهم من خلال قنواتهم الإعلامية التواصل مع الجماهير لديهم علاقة وطيدة مع الجانب الإيراني وهذا واضح جدا وهم لا ينكرون ذلك أضف إلى ذلك قضية تقليدهم مثلا للسيد علي الخامني أيضا هذا لا ينكر لذلك هناك شرعية دينية تتخذ المقاومة وامتدادها إيران وعشر لعشر دقائق أسأل دكتور هشام حتى يجيب نهاية الإجابة وما قبل يجاوبني ترى السؤال كلش واضح وكل السهل وإجابته بعد أسهل يعني عدنا حكومة عراقية مخارطة بجهودها الدبلوماسية عدنا مرجعية عليا موقفها أيضا واضح عدنا حج الشعبي أيضا أيد هذا الموقف عدنا السيد حتى مقتدى صدر طلع ببيانات البارحة واليوم ودعواته كلش واضحة فهو هذا السؤال قرار الفصائل العراقية بيد من صدر عصام يعني القرار هو واضح جدا محور المقاومة ملتف حول تقليد السيد علي خامنة واضح جدا أنه الإشارات في التحرك وضرب الكيان الصهيوني تأتي من قبل إيران حتى وأن يعني إيران تتخذ الدور الأمريكي في إدارة المحور مثل ما أمريكا تدير محور الدعم الصهيوني إيران تدير محور الدعم المقاومة واضح جدا بعض الجماعات يطالبون مثلا متى تتدخل إيران إيران ترى في نفسها أن لديها قيمة مثل قيمة أمريكا وأنها مسؤولة عن إدارة المعارك في مختلف الجبهات في اليمن في لبنان وأيضا في العراق صادق صادق وحتى في سوريا وهناك يعني تكلم الأخ على قضية الجولان نعم أن سوريا تمر بظروف قاسية هناك أيضا تظيمات إرهابية من الممكن إذا استودفت سوريا ربما تعود الحرب الأهلية مرة أخرى لذلك وضعوا سوريا خارج نطاق المعركة لحد الآن بما أنه القرار بيد إيران قبل تقريبا خمس زقائق العواجل التي وردتنا الرئيس الإيراني من واشنطن تحديدا أو من نيويورك عفوا ذكر بالنص أستاذ عصام إسرائيل اغتالت هنية في طهراء لجرينا إلى حرب إقليمية لكننا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس أيضا ذكر بأننا مستعدون لوضع كل أسلحتنا جانبا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه ذكروا هذه المهمة مستعدون للحوار مع واشنطن وحل الخلافات ويجب عليها الالتزام بتعهداتها لا نسعى لامتلاك القنبلة النووية وهذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا وحضرتك تعرف القرار التصريح الذي تخرج وتحدث به حول أنه نحن والأميركان أخوة اليوم وزير الخارجية الإيراني أيضا من نيويورك تحدث بأنه إيران معدها مشكلة ببدء الحوار فيما يخص الملف النووي هاي المواقف يعني شون أجي وأربطها مع التصعيد اللي موجود من قبل المقاومة الإسلامية بالعراق إيران جاي تهدي وجاي تفاوض على ملف مهم كل شي اللي هو الملف النووي يعني أنا شون أجي أربط هاي الموقفين سيد عصام هذه يعني يعني هذه تهدي حكومية لو تلاحظ أنه السياسة الإيرانية الخارجية غير مرتبطة بسياسة إيران العسكرية أو حتى سياسة إيران النووية يعني لو تذهب إلى كوريا الشمالية ستجد كثير من هذه التصريحات لكن في النهاية قدرت أن تصنع قنبلة نووية وكانت أدات لرادع أمريكا لحد هذه اللحظة في الوصول إلى كوريا الشمالية خوفا من قيام حرب أهلية القنبلة النووية لإيران تحتبر الوصول لها وصول مقدس على اعتبار أنه سيكون لها قوة ردع ضد الكيان الصيوني وضد أمريكا ولو كانت إيران تمتلك القنبلة النووية لما تجرأت إسرائيل وفعلت ما فعلت في غزة أو في لبنان نحن الآن في المنطقة نتكلم عن الردع من يمتلك السلاح السلاح الأقوى هو من يتحكم برتم المعركة صحيح لذلك مثل لعبة كرة القدم عندما يكون هناك محترفين بمستوى عالي من السهولة أن يسيطروا على فريق يعني بمستوى أدنى من ناحية المحترفين وهذا ما احترفني سيد حسن نصر الله في الخطاب الأخير لهذا السبب أنه أنت لو تروح للسياسة الإيرانية الخارجية أو لو تشوف مثلا تصريح الضريف أو ما بعد أو ما قبل ستجد أنه هناك تصادم كبير ما بين السياسة العسكرية الإيرانية والسياسة الخارجية الإيرانية وأيضا قضية أنه قال نحن مع الأمريكيين مع الأمريكيين أخوة إن كان يقصد الشعب الأمريكي هذا أيضا لدي حسابات أنا ليش أجي أربط مصير العراق؟ مصير العراق بيد منه؟ نرجع على هذا السؤال نفسه مصير العراق بيد من؟ قرار السلم والحرب بيد من؟ واني ليش أجي أربط هذا المصير لهذا البلد اللي هو بحجم العراق؟ بيد إيران مثلا؟ شنو مصلحتنا؟ يعني شوف احنا بالنسبة لنا نشوف الواقع العراقي لا تتحدث بالواقع العراقي واقع العراقي مختلف تماما عن الموجود في اليمن حوثيين فصيل واحد تروح إلى لبنان راح تشوف حزب الله في العراق تعدد آراء يعني بمعنى آخر أنه حتى لو فصيل أو فصيلين اتخذوا خيار المقاومة أو ضرب الأهداف الإسرائيلية لن تكون هذه مبرر هذا مبرر مبرر لدخول العراق في حرب شاملة أضف إلى ذلك الدعم الأمريكي الدعم الأمريكي لحكومة السوداني وللأحزاب وللأكراد ولبعض السنة أيضا يمنع أن يدخل العراق في حرب أهلية أضف إلى ذلك حتى إيران لا تريد أن يدخل العراق في حرب أقليمية هذا منطقة العقل يقول ذلك على اعتبار أن إيران لديها مصالح اقتصادية منطقة العقل يقول ذلك حسا إيران هي بعظمتها وتمتلك قوة الردع جاي تضبط نفسها إلى أقصى درجة وهذا التصريح بزشكيان وكلنا شفنا اغتيال هنية في قلب طهران إيران لا تقبل أي؟ إيران لديها مجموعة من المؤسسات لا يستشراف حقيقي إيران لا تريد أن يدخل العراق في حرب شاملة والدليل الهدنة التي حدثت قبل ستة أو سبعة عشر وكان الطرف فيها إيران والطرف المهدد هو إيران وعليه أن العراق حتى لو تصرف فصيل أو فصيلا بضرب الأهداف الأميركية كانت أو إسرائيلية فإن العراق لن ينجر إلى حرب أقليمية لعدم الرغبة الأميركية والرغبة الإيرانية ولكن لا يوجد شيء يضمن بأن الاستهدافات ستطال الأراضي العراقية الاستهدافات الإسرائيلية رأينا استهداف قيادة بكتائب حزب الله في سوريا وهذا التخوف لا يوجد شيء يضمن سيد عصام أنه أجعل بالتالي العراق هو ساحة أيضا وأفتح جبهة أنت تتكلم عن حرب شاملة لا 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 مو شاملة نحصل لحد إحنا ما دخلنا بالحرب الشاملة والآن تتحدث أنت تتحدث عن عمليات منفردة مثل الذئاب المنفردة بضبط يعني أن هناك حوار يعني أن هناك تدخل أي يعني أن هناك تدخل واضح جدا أن هناك تدخل أمريكي في قضية إبعاد العراق عن هذا الصراع وكذلك الإيراني والدليل أنه قبل أيام في قضية الصدام الذي حدث ما بين قيادات الإطار ومن ضمنهم محمد الشاعر السوداني جاءت إيران أيضا وتدخلت في هذا الملف نعم وطلبت منهم التهدئة على اعتبار أن الظروف في المنطقة لا تسمح بأن يكون هناك مثلا زيادة قاعاني سيد عصام وانتخاب رئيس جد نعم نعم قاعاني شنو معلومات يعني تدخل بالموضوع يعني إيران بالنهاية يعني هي القصة يعني حتى أنه بعض أطراف لطار قبله وشوفنا اللقاعات يعني محمد الشاعر السوداني مع الشيق يسر خسعلي وكان هذا اللقاع لا يحدث لو لا تدخل طرف آخر أو إيران يعني وعليه إيران داخل العراق تريد عراق هادئ لأن العراق يعتبر رئة إيران الاقتصادية وانت تعرف أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 12 مليار دولار دخول العراق في سجال مع أمريكا وعملية الدولار وتدفق الدولار للعراق ومنعه ربما يساهم أيضا بالإضرار بإيران اقتصاديا في المستقبل طيب خلنا نتقل أستاذ مصطفى وأسأل هنا شو نفهم أن المقاومة الإسلامية صعدت من هجماتها الأخيرة واستهدافاتها بالتزامن مع الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق صد مصطفى أعتقد بأن ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية تستثمر الجبهات من خلال استثمار المناخ الدولي من حيث التصايد أو عدمه واليوم نتحدث عن أن هناك تصايدا فتريد أن يكون لها بعض المكاسب بهذا التصايد من خلال توجيه بعض الضربات باتجاه القواعد الإسرائيلية أو باتجاه النقاط العسكرية الإسرائيلية وبالتالي انخراط ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية بشكل مباشر في هذه الحرب إحراج إلى حكومة محمد شيعاء السوداني وزير خارجي رئيس الوزراء العراقي وارتدادات ذلك أعتقد ستتجلى من واشنطن لسيما بعد المشاركة المباشرة وعن طبيعة هذه الهدنة التي أصبحت اليوم وفق قراءة أولية بأنها هشة وسبق وأن شاركت تلك الفصائل وتحت مسميات جديدة باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في سوريا والعراق قاعدة عين الأسد قاعدة خراب الجير قاعدة حقل العمر قاعدة كونيكو جميع القواعد الأمريكية كانت تستهدف من خلال المكون المحور الإيراني فبالتالي هناك تصايد حقيقي من قبل هذا المكون هناك هدنة هشة لكن استثمار المناخ الدولي اليوم لما يخص موضوع التصايد في لبنان أعتقد هي رسالة دعم لا أكثر الغاية منها بأننا ما زلنا موجودون نستطيع تغيير هذه المعادلة وبنفس التوقيت بخصوص موضوع انسحار قوات أمريكية أو قوات تصايد تحكم بقواعد واستمعت إلى كلام أستاذ عصام قبل شوي إيران نفسها لا تريد أن ينجر العراق إلى هذه الحرب أو المواجهة نعم إيران هي لا تريد أن تنجر كإيران وليس المكون العربي وخاصة عندما تحدث عن أن إيران تستخدم المصدات العسكرية في المنطقة العربية من أجل مشاغلة واشنطن وحلفائها وبالتالي استثمار المناخ الحريق الإقليمي الذي يجري في المنطقة من خلال إبعاد شبح توجيه أي ضربة عسكرية باتجاه إيران وبالتالي أمام تموضوع الولايات المتحدة نتحدث عن أسطول الخامس على سبيل المثال والذي يمتلك قرابة 35% من القوة البحرية الأمريكية الآن تموضعت في منطقة الشرق الأوسط وتتوافد إليها حاملات الطائرات والمدمرات والغواصات وحاملات المسايرات غير المأهولة إضافة للغواصات النووية الغير مأهولة هناك تحديات كبيرة ربما الملف العربي هو أزهر تلك الملفات هناك الأزمة الحقيقية ما بين تايوان والصين إضافة لروسيا وأوكرانيا لكن ارتدادات هذه الإرادات تأتي في منطقة الشرق الأوسط بحيث نرى أن هناك من قبل ما يطلق عليها أيضا فصائل أنصار الله الفوثية تقوم بإسقاط مسيرات أمريكية من الجيل الخامس وهنا أتحدث عن مكيو ناين التي تم إسقاطها في اليمن تسعة طائرات تم إسقاطها بالتالي كيف سقطت تلك المطائرات هناك إرادة روسية من أجل إسقاط هذه الطائرات وهناك رغبة أيضا ما المطلوب من عدنا ساد مصطفى؟ يعني خلاص نقعد ننتظر نقعد ننظر إلى هذه المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاضب سواء في غزة أو في لبنان وخلاص ينتهي دورنا لهنا؟ أنا لا أتحدث عن ذلك وإنما أتحدث من ناحية تحليلية ما يجري من تجاذبات من الإرادات الدولية الشعب العربي بحد ذاته هو الذي يدفع ثمن الأكبر ومن نلاحظه عمليا من تخلي إيران عن حماس ربما قد يتكرر في تخليها أيضا عن حزب الله وبالتالي لابد من إعادة قراءة الموقف بشكل أوسع وبشكل يعتمد على الأمن القومي العربي بالدرجة الأولى وليس الأمن القومي ضمن إرادة المحور حتى وإن تخلت إيران عن حماس بالتالي العراق ما يتخلى أستاذ مصطفى اليمن ما يتخلى سوريا ما تتخلى نعم أعتقد في هذه المسألة بالتحديد يعني مسألة وحدة الساحات لو كانت هي حقيقة موجودة لكان هناك مشاركة وبشكل كبير وبفتح معارك يعني كان الزخم الذي زخم العمليات العسكرية وانخراط إسرائيل في الجبهة جنوبية لها عفوا في الجبهة غزة تستطيع تلك الفصائل استثمار هذا المناخ من حيث منه شاغلة التي قامت بها حماس وأن يكون لها دور في عملية ضرب قوات الإسرائيلية لكن ما لاحظناه عملية تهدئة التي أبرمها السوداني قبل سبعة أشهر وفق ما أتحدث به الضيب قبل قليل وعلى العكس من ذلك هناك الكثير من المساحات التي تستطيع التحرك فيها هنا أتحدث عن المكونات التابعة للمحور ضرورة أن تنفك عن المحور الإيراني بشكل أو بآخر وأن تعود إلى عروبيتها ويكون مسار تحركاتها بشكل عام غير المسار الإيراني بمعنى آخر أن هناك مسار في إيران يقوده المرشد وهو مسار تصعيدي بينما الطرف الآخر مسار الرئيس الإيراني مسعود بزرشكيان وهو مسار سياسي لماذا لا يكون لدينا في المنظومة العربية مسارات موازية تقوم على إدارة هذه الأزمات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط طيب خلأ أنتقل دكتور هاشو أسألك هنا أعتقد قبل يوم أن تم استهداف بغارة إسرائيلية القيادة في الكتائب كتائب حزب الله أبو حيدر الخفاجي فردسألك هنا شنو سبب تواجد كتائب حزب الله العراقية في سوريا دكتور هاشم تتواجد نصرة للمسلمين والسوريين ومنعا للإرهاب أن يتمدد ويأتي إلى العراق ليقتل العراقيين ويستبيح المحافظات كما حصل في عام 2014 لكن دعني أذكر بعبارة قالها ضيفك من تركيا نعم التميمي النعمي عبارة جميلة قال لماذا نعمي نعم نعم قال عبارة جميلة قال لماذا التمحور فصائل المقاومة لماذا تتمحور حول المحور الإيراني الذي يعيده كثيرا ولا تعود إلى المحور العربي يا الله نتمنى أن يكون محور عربي نتموضح حوله يا ريت هناك محور سعودي أردني إماراتي هذه الدول التي تقدم اليوم المعونة العسكرية والاقتصادية وتفتح الطرق البذية للكيان الإسرائيلي وهو يقتل الفلسطينيون يا ريت يا ريت سرعتهم محور حتى نقف معهم ماذا الذي جعله ما يسمى بالمحور الإيراني وأنتم تقولون بهذا الشيء وهو شرف الإيران أن تقود محورا للدفاع عن الفلسطينيين وعن قضايا الأمة وعن من يقتلهم الصهاينة لماذا تعطونا هذا الشرف لإيران كعرب كدول عربية يسكت عنها المتصيهيون لماذا لا يكون للدول العربية موقف مع الفلسطينيين إن لم يكن موقف عسكري بالطائرات وبالدبابات وبالقوات كما فعلوا ضد اليمن على الأقل بالدعم الإنساني بمساعدات طبية مساعدات غذائية فك الحصار على الفلسطينيين هل يعقل الأردن والسعودية ومصر هي التي تمارس الحصار على الفلسطينيين الذين يقتلهم الصهاينة وعندما يهب اليمني لينصر الفلسطينيين ويفرض حصارا على الصهاينة وعلى الأمريكان نحن نشكك به ونقول هذا متموضح مع المحور الإيراني ويسير بتوجيهات المرشد والله إذا كان المحور الإيراني وإذا كان المرشد هو الذي يذهب إلى نصرة الأمة ونصرة الفلسطينيين في وجه هذه الماكنة المتوحشة للقتل الأمريكي الصيوني فنعمل محور ونعمل تموض خلاص رحم الله وعندك اختصرتها ما بها شي هاي وجهة نظر محترمة بالتالي يا دكتور هاشم شيء فإذا فإذا يا أما تنصر الأمة ثم هذا الآن السؤال الذي طرحت حضرتك أكثر من مرة أي أنه أعمال المقاومة الإسلامية لربما تجر العراق إلى مواجه أولا من يعطي ضمانه بأن الصهايين لن يعتدوا على العراق وهم يعتدون أستاذ علي للتدكير العراق وليش أجي أنطي المبرر ليش أجي أنطي المبرر على أن يقوم الكيان الصهيوني بهذا الاعتداء والاستهداف كل العراق على استهداف القيادة أبو حيدر الخفاجي وأكدت هذا الموضوع بس اسمح لي شنو اللي يضمن بأنه باشر بعد باشر يتم الاستهدافات داخلية داخل العراق آني ليش أجي أنت هذا المبرر هاي الحدود مفتوحة موجودة حصلت 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 عزيزي حصلت استهدفوا قادة بالحشيد أبو باقر الساعدي وأبو تقوى واستهدفوا الشهدين الكبيرين المهندس وسليماني حصلت ستة عدوانات صهيونية مباشرة على القوات الأمنية وعلى المدنيين في عام 2017 حصلت لكن أكد لك لربما هذا يغيب عن البال أنه كل ما تقوم به المقاومة الإسلامية في المحور هو ردود على عدوانات وجرائم صهيونية نحن ندافع ولا نشنو عدوانات حتى بإجرامهم الأخير وهي جريمة خارج كل المعايير الإنسانية يتمثل الموقف وكأنه هناك حرب حرب عراقية مع الكيان الصهيوني يا دكتور هاشم نعم هناك حرب مع الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني يحارب الأمة جميعا وتسانده أمريكا ضيفك ذكر أكو فرق أكو فرق دكتور أكو فرق بأنه العراق العراق بمواجهة مع الكيان الصهيوني يا دكتور هاشم أكد لك أمريكا تعلم أكو فرق بأنها ترسل قوات أكو فرق بأنه العراق بحرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني وأكو فرق المقاومة هي بحالة حرب مع الكيان أكو فرق كل الشبير جيد خليني أجيبك حتى لا يكون تقاطع بالكلام حتى المستمر يستفيد أولا العملية المواجهة والحرب مع الكيان الصهيوني هو في حالة حرب مع الأمة الإسلامية كلها إلا مع الأنظمة المتصيهنة التي تقف مع الكيان الصهيوني ويلحق بهم بعض الأصوات المتصيهنة الذي نسمعها بين الحين والآخر هذا أمر المقاومة الإسلامية العراقية تقوم بدورها هي لا تريد أن تكلف الدولة العراقية أما ما يتعلق بالحرب المفتوحة أو الحرب الشاملة هذه الجميع لا يريدها لا الأمريكان ولا الصهيوني ولا المحور يريدها ولا إيران هي صاحبة المحور كما يسميها ضيفك وأخلي أكد لك شيء آخر أن أمريكا والصهيوني لا يريدون هذه الحرب المفتوحة وهم غير مستعدين لها والمحور هو لا يريد هذه الحرب المفتوحة والدليل والدليل ودي أكمل آن يا أسر لازم أقاطعك لازم أدخل وياك لا مو لازم أتقاطعني لازم أدخل وياك تعدت عن الفكرة أي مو أنا جاي بإسرائيل أي إيران أي والمحور جميعا هو مستعد لهذه الحرب المفتوحة والدليل جاي تنتظر إيران أنه الرد على الكيان الإسرائيلي يأتي بعد ساعات من عدواناته ويأتي بردا بالقيم والأخلاقيات الإسلامية والإنسانية تدري الرئيس الإيراني قبل شوي الآن المحور والمقاومون لم يستهدفوا المهدنيين دكتور الرئيس الإيراني يقول حلفانا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم يعني بشكل أصلا أني فهمت هذا الموضوع أنه ما لنا علاقة ما لنا علاقة أنجاز ويا المحور أنت قلت ذلك أستاذ علي أنجاز ويا المحور عزيزي أنت قلت هذا اسمح لي يا عزيز أخذ جاوبك أنت قلت هذا في مقدمتك قلت أنه فصائل المقاومة لا تتبع أحد ولا كذا ولا تتبع إيران لخلتون داخل في مفاوضات ونقلت عبارات عن الرئيس الإيراني في الجمعية العامة الأمم المتحدة وجزء من ما نقلت غير دقي تتبع ولاية الفقيه وعندما أكد ضيقنا أيضا أرادها من العدل أعزيزي أعزيزي ولاية الفقيه شرف لمن يتبعها في نصرة الأمة وفي نصرة المظلومين الآن حماس ولاية فقيه اليمن ولاية فقيه أما إذا تنسبون كل مقاوم شريف إلى ولاية الفقيه فهذه نعمة نسبة نعم جزء كبير من من يقلت ولاية الفقيه ويحترم وهم من مدرسة الإسلام المحمد الأصيل هم نعم هم الذين اليوم يدافعون عن الفلسطينيين طيب نتمنى أن تقف الأمة جميعا بل كل الأحرار في العالم لكن للأسف بدل أن حتى لم يعتزلوا وعندما ذهبوا ليناسلوا الصهاينة على الفلسطينيين طيب خل انتقل ويعيبوا على المقاومين نصرتهم لإخوانهم خل انتقل أستاذ عصام أستاذ عصام دعوة الصدر سيد مقتد الصدر يوم أمس فيها نوع من الغموض طبعا الدعوة هي كلش طويلة بس أريد تحدث فيما يخص العراق رابعا ما يخص الشأن العراقي وطالب البرلمان باستثار قرار برلماني بعيد عن العنف لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى فأردسل هنا شنو الربط بين تقليل هذا التمثيل الدبلوماسي الأمريكي وبين ما يحدث من عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة بالبداية علينا أن نعرف قوة الصهاينة نعم قوة الصهاينة شهدناها في 7 أكتوبر دراجات وطائرات شراعية استحوذت على كيبوتساك وعلى بلدات أو في استوطنات في ذلك ما بعد 7 أو 8 هي القوة الأمريكية يعني الأسلحة الأمريكية التي دخلت إلى إسرائيل أي وشفنا أنه حدث تصريحات وزارة الدفاع تكلموا عن قنبلة أوصوا الصهاينة الكيان أن يستخدموها بذكاء أو يستخدموها يعني بطريقة لأنها قنبلة ثقيلة جدا ممكن أن تهدم مدينة كاملة أو تهدم فرع أو إلى آخرين إذن القوة التي يتفاخر بها نتنياهو هي قوة أمريكية ما نقدر يعني صحنا مشكلتنا بالأساس مشكلتنا بالأساس مشكلتنا بالأساس ويا أمريكا قبل أن تكون ويا إسرائيل لا لا مو مشكلة بالأساس إذن إحنا أمام داعم يعني مثل ما أمريكا مثل ما أمريكا تضغط على إيران بسبب بسبب وجود فصائل مقاومة في مجلس الأمين خلال المقاطعة إلى آخره أيضا من الممكن على الدول العربية ومن ضمنها العراق أيضا أن يضغطوا على أمريكا بهذا الاتجاه اللمحة المهمة التي أشار إلى السيد مقتدى الصدر هي قضية الدعم الشعبي نحن 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 سأجوى سألك لكن قبلها ترى أكون جنب بالموضوع سأجونا نحكي بها حسن من جهة حضرتك أنت الداعم الرئيسي لما يحدث هو أمريكا ويمكن الكل متفق على هذا الشي لكن بالمقابل الذي يدعم أو الغطاء للمقاومة بالمنطقة محور المقاومة هو إيران سنرى التغير بمنهج محور أو رأس هذا المحور اللي هو إيران مع أمريكا وحتى بالعراق على المستوى العراقي بصورة عامة حسن الإطار التنسيقي معظم قوى الإطار التنسيقي اللي عندها فصائل مسلحة بعضها عندها أذرع مسلحة شوف لقاءتها بالسفيرة الأمريكية فشنه لديه يصير ما جاي نفهم يعني أولاً إيران غير مفتعد عن الحوار الحربي يعني من يفكر بهذه الطريقة أضعه في قضية استهداف إيران يعني أنه لديه مشاكل نفسية مع إيران إيران هي التي تدعم حماس فلا ذلك أنه انتقالة جبهة من جبهة غزة اسمح لي لا أنا مو مديحة لإيران أنا أتكلم لا 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 وجود إيران في المنطقة نعم وجود إيران في المنطقة هو الركيزة هو الركيزة الأساسية لمحور المقاومة يعني لا يمكن لأي شخص إن كان محلل وإن كان قريب من النظام أو بعيد من النظام الإيراني أن يتكلم أنه إيران تخلت عن حماس أو تخلت عن فلسطينة وتخلت عن حزب الله لكن أكو معادلة علينا فهمة أي أنه إيران إيران داخل المحور أو في المنطقة في مقابل أمريكا العالمية يعني بمعنى أنه أمريكا تقول إذا تدخلت إيران في العرب إحنا نتدخل وإيران تقول إذا تدخلت أمريكا إحنا نتدخل الزي فهذه المعادلة التي تمنع إيران من التدخل يعني التدخل العسكري مثل ما يحدث الآن ما بين حزب الله وما بين إسرائيل ما بين حماس وما بين إسرائيل إذن الحوار الذي يحدث حاليا هو حوار مدعوم من إيران من جهة وحوار مدعوم من أمريكا لكن أمريكا تمتلك الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المتطورة أكثر من إيران لذلك رجح كفة الصهاينة في القوة التدميرية يعني لم تصل إلى أهدافها هاي وحا تتروح إلى غزة أي وعراقية نحكي لعراقية التناقض اللي موجودة شونت في أسرة يعني أسأل أردى وصل لك الفكرة في قضية دعوة سيد مقتد الصدر سيد مقتد الصدر لأول مرة يقول أنه سيدعم هذا القرار شعبيا على اعتبار أن الإطار يعيشون حالة من الارتياب لديهم السلطة لديهم الخطوط الأخرى يجب أن لا تتعارض الخطوط الأخرى مع السلطة يجب أن تبقى السلطة ممسكة بيدهم الإطار عدم استجابتهم مثلا في السابق لغلق السفارة تخوفا من ردة الفعل الأمريكية وأن لا يستغل السيد مقتد الصدر يعني مبدأ المقاومة مثلا ردة الفعل الأمريكية تكون اقتصادية ويسقط الحكومة هذا تفكيرهم سيد مقتد الصدر أرسل لهم رسالة بأني سأكون داعم لهذا القرار حتى وأن أمريكا ضغطت عليكم اقتصاديا لن أستثمر لن أستغل هذا الموضوع سياسيا للتنكير بكم سياسيا أو المطالبة بمغادرة السلطة الإطار التنسيق طريقة تفكير في كل قياداته هي تفكير السلطة وبحت وشفنا الصراعات التي تحدث رغم أنهم سابقا أطلقوا على أنفسهم المكون الشيعي لكن بعد انسحاب التيار الصدري وجبنا الكثير من المشاكل في صراعهم في الحصول على السلطة على المخابرات على الأمن الوطني فإرسال السيد مقتد الصدر هذه العبارة الدعم الشعبي حتى يطمئنهم أن القضية هي قضية لدعم القضية الفلسطينية لماذا وجهت دعوة إلى البرلمان؟ لماذا وجهت دعوة تحديدا إلى البرلمان العراقي؟ لأنه سابقا وجهت دعوة إلى الحكومة العراقية ولم تستجيب في قضية غلق السفارة الأمريكية فلذلك يوجهت دعوة البرلمان استضار قرار هذا القرار سيكون تاريخي بالنسبة للبرلمان أيضا أنه حاول في هذه المرحلة الحرجة مع الآلة الوحشية المدمرة الأمريكية التي تقتل المدنيين في غزة وفي لبنان أن يكون هناك موقف سياسي عراقي ضد أمريكا وفي حالة مستجب البرلمان شنو الخطوة هي النزول إلى الشارع خروج بتظاهرات لا هو لم يقل لا خلينا نكون دقيقين هو لم يقل أنه أنا رح أنزل إلى الشارع إذا البرلمان لم يستجب أنه سيدعم هو الدعم الشعبي أراد أن يخفف من مخاوف قيادات الإطار التنسيقي قلت لك القيادات الإطار التنسيقي لديهم السلطة في كفة والباقي كل المنافذ السياسية الأخرى في كفة وهل قلت خاف قيادات الإطار التنسيقي من الموقف الأمريكي لعد هذا الكلام إذا نسمع على شنو أستاذ عصام أي كلام كلام حسن البيانة الإطار التنسيقي قبل الساعة يمكنه أكثر أكد قادة الإطار على أن بيان المرجعية هذا هو شكل خارطة الطريق واضحة نعم ليس راحوا للمرجعية ما راحوا للمقتدر صدر ليس راحوا للمرجعية المرجعية أعطت أنه بذل أي جهود بذل أي جهود من ضمن الجهود هو جهود برلمانية هم وين راحوا لبيان المرجعية لأنه ما بي نقاط واضحة الخطوات وهم يحبون أن يكون تكون البيانات بهذه الصورة بينما بيان السيد مقتدر صدر واضح اتخاذ قرارات ضد الإدارة الأمريكية شوف سيد علي قبل أربع أيام اجتماع الإطار التنسيقي السوداني صارحهم قالهم ضرب القوات الأمريكية أو أي اتجاه آخر سياسي غيره سيمنع الأمريكان الدولار عن العراق الزين وقال لهم أن شعب العراق شهر أو شهر يتحمل الإطار التنسيقي لا يقوى على اتخاذ قرار بشأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي بالعراق الأمريكي تحديدا هذا كلام سابق لأوانا ممكن أن نخشى بعد أسبوع لكن هم اليوم اليوم ماضح جدا هم أعلنوا تأييدهم لبيان المرجعية هم من أيدوا بيان المرجعية لعبة سياسية لأن بيان المرجعية تكلم عن جهود ما تكلم عن نقاط محددة يجب أن يقوم تقوم بها الحكومة نعم بيان السيد مقتد الصدر توجد نقاط محددة لذلك هربوا هربوا من أمام نقاط السيد مقتد الصدر أو بيان سيد مقتد الصدر من خلال بيان المرجعية طيب خلينا نتقل أستاذ مصطفى وأسألك هنا حسب مصادر مقاومة الإسلامية بالعراق اليوم رح تعقد اجتماع يمكن بعد قليل لمناقشة آليات الرد حضرتك تتوقع مزيد من التصعيد في قادم الأيام إن كان الاجتماع لن يضم قيادات إيرانية فلن يكون هناك تصعيدا أما إن ضم قيادات إيرانية وتحديدا اسماعيل قاءاني إن كان موجودا في العراق وكان ضمن القوى التي ستشارك في هذا الاجتماع أعتقد بأنه سيكون مسارا تصعيديا وخاصة شهدنا ذلك من خلال اجتماعات سابقة كان يديرها قاسم سليماني بان الحرب في سوريا كان له تداعيات خطيرة جدا على الساحة السورية لاحظنا حجم الدمار الذي حصل في محافظة حلب كذلك أيضا في دمشق والكثير من المناطق فعمليا إن لم يوجد قائد فيلق القدس الإيراني في هذا الاجتماع فستكون تداعيات ربما ثانوية أو ليس لها قيمة عمليا قائد فيلق القدس بين هلالين ما يقومون به من اجتماعات في الداخل داخل هذه الغرف غرف العمليات المغلقة في داخل العراق أو حتى في سوريا فالكثير من المعلومات على سبيل المثال زيارات عبداللهيان التي كانت تجرى إلى العاصمة السورية دمشق لم يكن يعلن عنها حتى بعد الانتهاء منها خاصة وأن هناك مشروع يعني مشروع أمريكي لمواجهة هؤلاء القادة وهناك قوائم بأسماء من يقومون باستهدافهم أمريكيا فبالتالي عملية التمويه التي تجريها بشكل عام واضحة جدا رد المقاومة والإسلامية العراقية حصل دون اجتماع ودون حضور قاني حتى حدث لك معلوماتك مقاومة الإسلامية العراقية ردت بلا اجتماع أحدث لك معلوماتك وصحح لك رد المقاومة الإسلامية حصل لا علاقة له لا بالاجتماع ولا بحضور قاني طيب فارس عبد مصطفى بنصف دقيقة نعم أكمل الفكرة أما بخصوص موضوع الاجتماع الذي سيجري في بغداد وسيحدد ملامح خارطة الطريق أنا أعتقد بأنه سيستثمر مسار جديد وهو المسميات الجديدة التي يفرزها ما يطلق عليها غرفة فصائل المقاومة الإسلامية في مواجهتها للولادة متحدة وخصفة هناك مسميات أعتقد بأن هذه المسارات دعني أسميها مسارات أمنية لغاية منها عدم إحراج فصائل المقاومة الإسلامية وتواصلها مع حكومة الإطار التنسيقي والهدنة التي أبرموها من خلال رئيس الوزراء محمد شيعي السوداني في واشنطن حلو إذن هي بالتالي وحضرتك لأن أكدت هي ملتزمة بقواعد اللعبة الفصائل هي ملتزمة ومجري تأخذ طهراتها مفردة هذه الرسائل تطمينية إلى الحاضنة الاجتماعية الغاية منها أننا ما زلنا موجودون ونستطيع التأثير في المشهد الدولي دكتور هاشم عشر ثواني تعليق إليك بعشر ثواني أنا أدعو لمن يختلف مع المقاومة لديه فوبيا إيران أن يذهب إلى نصرة الفلسطينيين واللبنانيين ويفضح جرائم الصهاية وهذا على أقل تقدير ولا يكون جهدا للصهاية ويكون متصهينا في ضرب من ينصر الفلسطينيين أشكرك جزيلا شكر دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية شكرا دكتور شكرا جزيلا الساد عصام حسين الباحث في الشأن السياسي العراقي شكرا لحضرتك ساد عصام أيضا شكرا ساد مصطفى النعيمي الباحث في الشأن الإيراني شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلتقيكم يوم غد ترجمة نانسي قنقر